نحن في الجولان المحتل هناك حال تأهب كما هو معروف لا تخطئها العين يمكن أن نرى دبابات ومجنزرات في أكثر من موقع في هذه الجبهة هناك قلق إسرائيلي متنامن الآن مع عهد بايدن ولهذا كانت الغارات الأخيرة في منطقة حما عبارة عن رسالة بأن هذه الغارات في الجغرافيا السورية مستمرة وقد تتصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة أيضا القلق الإسرائيلي الأساسي هو من الاشتباك التفاوضي المتوقع بين إدارة بايدن وطهران أن ينعكس ذلك سلبا على الجبهة في سوريا ولهذا عمليا إسرائيل ستحاول أن تضيف الضغط العسكري على الأرض على الإيرانيين داخل سوريا ولكن الخشية الإسرائيلية تبقى في المواجهة على الجبهة الشمالية منحصرة في حرب شاملة مع حزب الله والتحدي الأكبر بنسبة لإسرائيل بات الصواريخ الدقيقة التي بات يمتلك منها حزب الله المئات ولهذا عمليا فإن التوتر يبقى قائما على كامل الجبهة الشمالية زياد حلبي العربية الحدود الإسرائيلية اللبنانية